المرأة السعودية لم تغب المرأة السعودية عن تاريخ وأحداث وطنها وسجلت حضوراً قوياً في كل المواقع التي تتقلدها بل وكانت تأمح لحفاوة وتقدير بدأت منذ يوم التأسيس ولم تتوقف باعتبارها عنصراً أصيلاً في بناء الوطن ومكوناً كامل الأهلية المرأة السعودية ظلت منذ التأسيس قادرة على التحدي والصمود وحاضرة دائماً بمبادرات بطولية منذ يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى وحتى وقتنا الحاضر مستعدة المرأة ذات الأدوار الأدبية والعلمية والعملية عبر منجزات العالمة والباحثة والإعلامية والمستشارة والسفيرة المكانة الرفيع التي تحظى بها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان هي امتداد تاريخي لكل مراحل الدولة السعودية الثلاث إذ تعيش المرأة السعودية حالياً مرحلة تمكين غير مسبوقة في ظل المكاسب التاريخية التي حصلت عليها وهو تأكيد على تمكينها منذ التأسيس وأن لديها كافة المقاومات التي تؤهلها للقيام بكل أدوارها حيث جاءت رؤية المملكة عشرين ثلاثين بمنزلة مشروع طموح للمرأة السعودية لتنوع المكاسب التي حصلت عليها بإطاحة فرص العمل في العديد من الجهات وإشراكها في كل جوانب التخطيط والتنفيذ فقد تولت مناصب سياسية وتعليمية واقتصادية وغيرها من القطاعات المهمة في البلاد ولا ننسى مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني توالت القرارات والأوامر التي تستهدف الرفع من شأن المرأة السعودية وينالها الحظ الأوفر من النهضة العملاقة التي تشهدها المملكة اليوم لتكون عاملاً مساعداً في مسيرة التطور ودعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتتعدى إنجازاتها العالمية وتصبح مثالاً مشرفاً يحتذى في العالم العربي والإسلامي بل أيضاً على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر